انه علاء عمر بن علاء مبارك كتب كلام بيشمت من الوضع الحالي شوفوا الدولار بقى بكام وشوف انت بتشمت فينا دلوقتي ده بك او جدك اللي خرابها. جد اللي خرابها? لأ مفيش ادنى مقارنة. شوفوا انا واحد مما اشرف. ممن اشرف. انا كنت فرد عادي لا بقى زعم نفسي كنت زعيم للصورة ولا مفجر للصورة ولا بدين جاء. على الاطلاق اهو عمر بس حط الحكاية ده اللي عمله عمر. حط صورة جده بيفتخر بيه. وحط اسعار الدولار النهاردة. بس. ما عملش ايه حاجة غير كده. بس. انت بتتاريق عليها بتشمت في سعر الدولار. بس دي المعركة. ليه? لانه اللي على رأسه بطحة بيحسس عليها. هم جسمهم كله متشرح. جسمهم كله بطحات. فالحقيقة يعني اهو مقارنة بين الدولار سنة 2011 ايام جده. والدولار سنة الفين اربعة وعشرين. من حقه. لأ. عشان بس يبقى شهر الدلالة لكمل كلامي. انا بقول انا عن نفسي. كنت فرد عادي. لا زعيم ولا عضو في اتلاف شباب صورة ولا اي حاجة من اي حاجة. واحد واطن مصري بسيط يفخر بانه شارك في هذه الثورة. وكاد ان يموت يوم تبادي وعشرين يناير. انا واحد من يعني اصبت باختناق شديد على كبرى. اصل الني الوقت ان اموت يومه. ربنا سبحانه وتعالى امد في اجليه. لينا دور نلعبه حتى هذه اللحظة. مواطن عادي. يعني انا خرجت على حسن مبارك. واشرف بذلك الدور. لكن شهادة لله. لا مقارنة. ولا وجه للمقارنة. بين دولة مبارك و النظام الحالي. ما فيش اصلا وجه مقارنة. مبارك في الاول وفي الاخر كان في دولة. وتقدر ترفع عضية على وزراء. شفت فيلم ضد الحكومة. تقدر ترفع في اه على وزراء. تقدر تنتقد حد. تقدر تنتقد الرئيس وما وما تبقاش عارف انك روحت في ستين دهية. آآ الاسعار في متناول الناس. مصر كانت مازالت تحتفظ بقوة تأثير في المنطقة. لا ده فرق شاسع. حتى الكفاءات. كفاءات الاعلامية لو بيستخدمها لاميس وغيرهم. وعمر وابراهيم عيسى. كل دولة طلعوا في عهد مبارك. النظام الحالي ما طلعش واحد. ما طلع. ما فيه الصعف بارز. او اعلامي بارز برز في هذا النظام. ما فيش اي وجه المقارنة اصلا. خالص يعني. فالوقت عشان عمل مقارنة الدولار وقارنة الاسعار ومقارنة الديون. يبقى تقليبه عليه الدنيا. لا. الوقت معا حق. الحق يا حبيبي انك تطلع تقول احنا عملنا احسى من كده. الحق بقى انا كنت تطلع تقول شوف مبارك عمل ايه واحنا عملنا ايه. ده الحق يا حبيبي. لكن انك توصل لهذا المستوى المنحدر فبصراحة دي قلت ادب. ده كمان الحكامة بقيتش سوق واحد بقيت عدة اسواق. نسمع انا بالفتوح بيتكلم انه في اسواق لكل سلعة اسواق موازية. وانا هقولك دلوقتي الاسواق بتاعت الدولار وصلت لحد دفك. كل يوم بنلاقي انه هم بيعيدوا تسعير البضاعة عندهم وفقا لكل سوق لوحده ما عندش عندنا بس سوق رسمي للدولار وسوق موازية. لا احنا عندنا سوق موازية للدهب. سوق موازية للسلعة المعمرة سوق موازية للحديد. اصبح كل سوق هو اللي بيحدد سعر البضاعة بتاعته على سعر الدولار اللي هو بيتوقعه في المستقبل. المستوردين يلجأوا لتمويل واردتهم من السلعة دي من السوق السوداء وباي سعر. وفي الاخر المستهلك هو اللي هيدفع. صح. التكلفة بتاعت الاستيراد لان ده تم شراء الدولار من السوق السوداء باسعار عالية. طيب خلينا نشوف الدكتور حسن الصادي وبتكلم على السعر داخل البنك ايضا. في كل بنك لسعر. الحكاية مش واقفة على سعر واحد. خلينا نشوف. وليه احنا في مصر عندنا سعرين للدولار. وليه مش عايزين نقتنع. ان احنا ما عندناش سعرين للدولار. عدة اسعار للدولار. كل سوق من الاسواق اللي موجودة في مصر. ليها السعر بتاعها. في سعر واحد للدولار في الدهب. في سعر واحد للدولار في البنوك. في سعر واحد للدولار في الحديد. في سعر واحد للدولار في الامح. في سعر واحد للدولار في السكر. في الزيت. في كل حاجة. فاحنا ما عندناش سعرين. احنا عندنا عدة اسعار. اه. جوه البنك نفسه عندنا تلات اسعار. ولو حسبناها صح هو جوه البنك عندنا اربع اسعار. سعر معلم بيقولك تلاتين تمانية وتسعين او واحد وتلاتين بالتقريب. مزبوط. لما تقولي له هاتلي يقولك هاخد منك عشرة في المية تدبير عملة. فبقى سعره جوه البنك ما بقاش تلاتين او واحد وتلاتين. ده بقى تلاتة وتلاتين او اربعة وتلاتين. لما تيجي تقول له حاضر طب حضر اللي دوت يقولك ما عنديش. هاتلي انت الدولار بتاعك. ولما تجيب للدولار المية باخد عليهم عشرين. يعني ايه? يعني انت بتضبال احتياجاتك وتضبال لي معاك عشرين في المية. ده اللي موجود جوه البنوك. يعني انا عايز اعمل اعتماد مستاند بميت مليون دولار. احط مية وعشرين مليون دولار وهي البنك. مية عشان اعمل الاعتماد بتاعي. وعشرين علشان البنك. طب انا بجيبه بكام وبسعاره بكام فبقى ده في سعر كمان. المية مليون دولار دولار انتي كتعطيه منه بكام باتنين واربعين. سعره في السوق كام بخمسة واربعين? هتديجي تلاتة جنيه في مية مليون دولار خد بتو مية مليون وانزل انت اشتري الدولار من السوق. ايه. طيب لما تيجي تشتري الدولار من السوق ما انت هترجع تدهوني? هتدهوني على كام? على السعر بتاع البنك. فبقت الموضوع بعندي تلت او اربع اسعار جوه البنك. خد بالك من الحزبة دي او السيز اللي راجل تويهك. خلي بالك. للمرة التانية والله النهاردة حصل معايا نفس الموقف. النهاردة السبت. البنوك قفلة. كان معايا كده محتاج ليرات فاروح تغيرت. لقيت سعر الصرف سعر الصرافة اقل من سعر البنك باربعين ارشي. تخيل؟ يعني البنوك هنا اغلى من الصرافة. احنا عندنا في مصر سعر البنك اللي مكتوبة على الورقة اللي قالك عليه الدكتور حسن اللي هو مالكش علاقة بيه خالص. تلاتين ومش عايف كم تروح بقى يقولك هت عشر في المية هت عشرين في المية هت اه دبار معاك شوية وانت جاي الله يكرمك. مفيش ابدا ما كان في العالم فيه سعر في البنك اسمه تلاتين وبره سبعين يعني اكتر من مية وكان مية وعشرين في المية زيادة. وزيان بقولك هيروح لمية يعني هيبقى ثلاث اضعاف ثلاثمية في المية. دي ناس مش عارف رضعة ايه ولا شربة ايه ولا بيعالجوا القضايا الاقتصادية ازاي؟ اصلا. يعني حد بيكلمني من مصر قال لي ارجوك يا استاذ عما تتكلم في الموضوع ده يعني حد شغال في السوق مش ارجو اتكلم في لازم يعلن افلاسه. لازم مصر بتعلن افلاسها. عشان النزيف ده يقف. عشان الجون تتوقف لازم نعلن الفلاس. قلتول لا طبعا مش هعمله كده ابدا. مستحيل. قال لي بس ده العلاج الاقتصادي. قلتوله حتى وان كان العلاج الاقتصادي. عايز يطلع يقول لك انا فلاس وانا اللي فشلت. ها ونشمت العيال اللي برا فينا. ونقول مصر ما فلسيتش غير علاء ديه. لا تولع مصر. ويولع المواطن. حتى الدكتور حسن الصدي بيتكلم على فكرة آلية التعويب انها اصلا آلية خاطئة. خلينا نسمع. والكرسة الاكبر السوق السودة اللي موجود على الدولار في الخليج. ده اللي احنا كنا بنحذر منه من الاول خالص. انه هو في الخليج فيه سوق سودة حصل. كان بيجزب الدخلات المصريين اللي موجودين في الخليج بياخدها بالدولار وبيسلمها بالمصري. فما كانش بتخش في النظام المصرفي خالص. مزبوط. ولا بتخش في الاختصال. مزبوط. فبقى عندنا عدة اسعار للدولار. توهمنا ان احنا لما هنحرر سعر صرف 2016. ايوه. الكلام ده هو تيشهد علي التسجيلات اللي موجودة في 2016 قلت لن يجدي نفعا مع ملف الدولار. التحرير اللي اتعمل من 6.5-8.5 من 8.5-10. من 10 ده ده عومت على 13 نط في السوق العشرين. يعني حالي تخشيف ان احنا الصح. الية التعويم غلط. الية التعويم غلط. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ انا ما عنديش سعرين بالدولار زي ما بقولك. انا عندي سوق سوق ديجل وسوق ديجل اه. سوق قول و سوق ديجل. اه. سوق قول و سوق قول. تعارفين المصريين ما بيبطلوش كلام يعني. النهاردة هيالني ان بعض الناس كاتبة. انا بشربش بن يعني. شربش قهوة. ان سعر كيلو البن في مصر دخل على الف جنيه. الله بكلم جد. وطبعا اه انتو عارفين في ظل الازمات انا شفت فيديو مبارح لشابة بيحذر من فكرة انه ما تشتريش بون رخيص لانه بيبقى كله حاجات مضروبة. انتو عارفين احنا عندنا في مصر لا رقابة على الاطلاق على فكرة الماكل والشرب يعني بقولك اتا تاكل في بلد زي تركيا دي فيها مشاكل كتيرة جدا واسعارها غالية جدا بس تاكل انت مرتاح محدش بيضرب لك حاجات في الخلاط يعني. يحط لك مش عارف ايه على ايه على ايه ويطلع لك لا ايه الحاجة تبقى اصلية لحمة يبقى لحمة ما يبقاش زي في مصر كده يقولك فارمين ورق الكرتون وعملينه حواوشي وحطت عليه شوى التوابل لا. فالفكرة بتاعت انه البن ده مضروب البن البن صحيح بقى الفك دي. انت بتخيل عشان تشرف فينجال القهوة في في كافيه هتدفع كامل ولا فينجال القهوة في بيتك هتدفع كامل كيلو البن يا كافيك انت لو انت ومراتك وولادك بتشربوا فينجانين في اليوم بس هتحتاج بكام الف بكام الف جنيه بن في الشهر. يعني اولا كل بحد يكلم يقوله ربنا يكون معكو يا خربت خلاص. حتى الاستاذ عمر قديد بيتكلم يعني على الدولار كل يوم بيزيد ومش لقيني مش عارفين يجيبه في حتة. وهو يا جماعة دلوقتي فكرة ارتفاع الدولار ده بهذا الشكل. بيأثر على السوق. يعني بيخلي البضاعة شحيحة. البضاعة شحيحة دي عمنا زي بتكون بتجري في مخدرات. لو اي بقى احنا بنقول لك انا كنت في مقالة ودعاء مبارح. قلت لك انا لما رجعت الشات بينه وبين الراجل اللي بسأله على سعر الدولار يوم خمسة يناير قال للدولار النهاردة بتاته وخمسين. تمام؟ النهاردة الدولار بتمانية وستين ونصف. بكرة او بعده هيبقى بسبعين. طيب اللي كان معاه عشر تلاف دولار. وفرح لما الدولار قسر الخمسين وباحهم ها؟ وباحهم على تلاتة وخمسين. النهاردة عمال يلطم. لانه خسر مئة وسبعين ألف جنيه. فبالتالي كل واحد معاه دولار دهوقتي يقول لك لا 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 أبيعوا ليه؟ أبيعوا ليه؟ استنى الدولار بيعلى. كل يوم هيكسب أكثر. كل يوم بيكسب ألفين جنيه تقريبا في الألف. كل ألف دولار كل يوم بيكسب فيه ألفين جنيه. فعنده عشر تلاف دولار مش هكسب فيه مئة وسبعين ألف جنيه. فأصلا الارتفاع اللامع كل اللي بيحصل ده مخلي البضاعة اللي معروضة في السوق قليلة. فالأستاذ عمر حتى بيشتكي يظهر مش عارف يشتري الدولار. ما انت بتقبط بالدولار يا عمر. على فكر عمر بياخد بالدولار يعني ما مالوش دعوة المشكلة دي. من أسعد الناس بالمسألة دي. انت متخيل خمسة مليون دولار في مصر. ايه? لا يا راجل. ألفين وربعمائة جنيه. آه أبقف الحاجة يا بركة يعني رفعت السعر ألفين وربعمائة. لا استنى 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 بس. رفعت الشركة السعر بتقهد وقف العرب ألفين وربعمائة للفئة الوحيدة عدد اتنشر أبوة. لا لا. اتنشر أبوة في 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 ربع كيلو. يعني التلاتة كيلو بألفين وربعمائة. لا هي تمنمائة جنيه. لا لا. الفين وربعمائة اللي عبوة فيها اتنشر اتنشر ربع يعني. فالكيلو بتمنمائة. لا انا بقول لك الكيلو بوصل ألف جنيه. آآ فعمر قديد بيتكالق عمر ما شاء الله يعني من اكتر الناس المستفيدين هو مراته. هو مراته عقد قم بالدولار عفكرة زي مدرب المنتخب يعني الست تلميز دي بتطلع في قناة تلفزيونية مصرية بتاخد بالدولار. مستاذ عمر بياخد خمسة خمسة مليون خمسة مليون دولار في السنة. فلما يزيد الدولار يبقى بسبعين يبقى بمية يبقى عمر بياخد استنى كده. خمسة مليون دولار في مية. اه بياخد نص 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 ايه? نص يا ده مبلغ كبير جيت. يعني بياخد نص مليار جنيه في السنة؟ عمر دي بياخد نص مليار جنيه في السنة؟ لما الدولار هيبقى بمية. خمسة مليون خمسة مليون في مية في مية جنيه يعملوا كاما يا جماعة ما غلطان ولا اي اه خمسمية مليون جنيه خمسمية مليون جنيه لا لازم بقى على رسه ده اه ده موضوع صعب كده انا تعرف يعني ايه واحد ياخد دص مليار فالأستاذ عمري بيشتكي من سعر الدولار والمشلقيين وخلا نشوف اما الدولار فده بقى غريب يا جماعة سعر الدولار وطبع انا انا بتكلم على سعر الدولار مبتكلمش على البنك انا بتكلم على السوق السوداء جنيه كل شوية يعني يعني في اليوم مثلا يوصل كذا انا مش حالو الراقب حضرتكوا اكيد عارفين الراقب انما اه لا كمان جنيه لا والاهم برضو تيجي بقى تشتري دولار اللي عايز يشتري دولار مفيش دولار ده معناه ايه ده اما الترجمه انت بلغه السوق يبقى ايه ترجم انت بقى انا ما حبش اخش في الكلام ده انما اليومين التلاته اللي فاتوا دول في الموضوع ده وفيه تعبير جديد طب حاول ألملك من حتة حاول ألملك من حتة الدولار نفس الحكاية عايز تبيع اه تبيع عايز تشتري دولار لا والله مفيش ومفيش كمية ومفيش حاجة ايه اللي بيحصل على فكرة هم دايما عارفين حاجة احنا ما نعرفهاش هم عارفين حاجة احنا ما نعرفهاش هم عارفين ايه حاجة اه لك عارفين حاجة ما نعرفهاش اللي ايه فكرة انه فيه تعويمها يحصل لا يا عمر انا اقولت لك الحكاية باختصار وعمر عارف تفاصيل السوق كله عارف اللي يقول له اجيب لك منين وما اجيب لكش منين ويقول لك في حاجات مقدرش مش هتكلم فيها مش عايزة أشرح الظاهرة لا أنت شرح الظاهرة محدش عايز يبيع دولار لقي انه هيبقولك بقولك اهو الناس اللي في مصر عارفة ان الدولار هيروح لـ 100 جنيه في رمضان فزي ما قلت لك كده غالبا يعني مش بأكد على المعنى اللي بقولك ده توقع فطب دلوقت يا بيعوا بـ 70 ولا بيعوا بـ 100 يعني اللي بيع في أول يناير بـ 50 على ما يجي شهر أبريل هيكون بقى بـ 100 يبقى خسر 100% فالناس مش عايزة تبيع ده باختصار يعني